فرنسا الاستعمار المباشر صفحة انطوت بإزالة الاستعمار وبفضل تضحية مواجهة الاحتلال وحركات التحرر الوطني من الهند الصينية إلى أفريقيا وثورة المليون ونصف مليون شهيد في الجزائر. فلم يعود المبشر بالحضارة البيضاء يسبق الجندية ثم التاجرة كما يقول نابوليون. ندوب الاستعمار من سطيف وخراط شرق الجزائر عام 1945 بسقوط نحو 45 ألف قتيل إلى الحدود الجزائرية التونسية في سقية سيد يوسف. واصلت فرنسا رسم تاريخها بريشة دموية عام 1958 حينما قرر التونسيون دعم الثورة الجزائرية وصولا إلى نهر السين شمال فرنسا. حيث تلون بدماء ملايين المتظاهرين الجزائريين المطالبين بالاستقلال عام 1961. برغم وحل الدماء الذي تركته فرنسا وراءها في غالبية مستعمراتها. فإنها لا تحمل عقدة دمب بدليل رفضها الاعتذار للجزائر. بل على العكس من ذلك طالب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الجزائر بفضائل الاستعمار. اتفاقية سرية لفرنسا مع أفريقيا كشفت بنودها عن تسيير العلاقات الفرنسية مع بعض الدول الأفريقية وضمان معاملة تفضيلية لها وفقا للمؤرخ السينيغالي مصطفى ديونج. الذاكرة الاستعمارية الفرنسية تحمل مشهد جنود فرنسا يحطون في مالي قبل نحو خمس سنوات على خلفية مطالب الأزواديين بالانفصال وفي أفريقيا الوسطى لما قررت فرنسا في 2013 التدخل العسكرية لحماية الشرعية هناك. إلا أن المعارضة تتحدث عن مجازر تجري بحق نحو 20% من المسلمين في البلاد بعيدا عن التناول الإعلامي. الثقافة الاستعمارية التي كانت تحملها فرنسا بدعوى نقل الحضارة البيضاء إلى الشعوب الهمجية. وفق نظرها تتجدد في مزاعم نقل الديمقراطية إلى الشعوب المتخلفة. وهي المزاعم التي تؤدي إلى تدمير العمران في سوريا والبلدان العربية الاستعمار المباشر لم يعد ممكن بالحرب. لكن الثقافة الاستعمارية المدعية التفوق على الثقافات الأخرى لم تضمحل والتعويل على حروب بالوكالة ربما يعوض عن عدم قدرة الأصيل على تحمل الخسائر والمصالح هي نفسها بوجه عام بين الأمس واليوم